من أولها حبابي ممنوع لا كلمة ولا حرف الأحرف تعتبر كلمات ممنوع تستخدموها نهائي ليش ليش السبب زي ما حكيت هدفها أنه هاي الصورة تكون واضحة لأي حدا بالعالم بدناش أحرف حتى ما تعتمد على اللغة بإيصال الرسالة ثانيا ممنوع استخدام العناصر البشرية حتى الإيدين والسبب أنه عادي ممكن أنت تأشر بالإيدين على وجه حزين أو وجه سعيد أو العيون وهكذا فنفس الإشي ما استفدت يعني بكل سهولة بقدر عمل لك صورة حزينة باستخدام إيدين وحدة مكتب بلغة الجسد هذا الموضوع جدا سهل فمشان هيك للتأكيد التحدي الأخير هو تعبر عن شخصك عن اسمك ليو حماتي كيف بدك تعبر عنه بصورة من غير كلمات ومن غير آآ عناصر بشرية تمام هلا احنا ما نعبر عن اسمنا ولا عن شخصيتنا؟ لا عن شخصيتكو يعني اللي هو شخصك واسمك شوفوا حبيبي؟ نا 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 عن شخصك حبيبي هلا كيف بدك تعبر عن حالي؟ طب ممكن موضوع بهواية؟ هلا استنع شوي لا يفضل عن حالك هاي الصورة إلك شخصية انت بدك يشوف هاي الصورة خلص يعرفك بدي يعرف كيانك هلا هاي ما فيها خطأ ممكن تصور صورة أكل انت حر بس حاولوا تكون هاي صورتكو الشخصية هاي هاي راح يكون الفن تاعك كل هاي التحدي بهاي الصورة فراح تكون انه بدك تتعبر عن شخصيتك كيف دعرف شخصيتي يا ليو؟ اختبار ديسك هذا اللي حل الأحجية فيه اختبار اسمه اختبار الشخصية ديسك اعملوا هذا الاختبار بأخذ منك ربع ساعة راح يفرجيك انه انت شخصية قيادي مثلا شخصية خجولة او شخصية متحكمة فانت اخذ هاي الشخصيات هذا الاختبار جدا دقيق بيعطيك بقسمك فيه اربع اقسام فيه دي وفيه من اسمه ديسك دي والآي والاس والسي فانا مثلا ليو شخصيتي ستين بالمئة دي دوميننت شخصية قيادية بيحب يؤثر بالاخرين بأخذ المواضيع محملة جدية بيدقق بالتفاصيل الصغيرة طيب هذا الحكي كله كيف دا حوله لصورة هاذه الاشي السعب طب انا عملت هذا الاشي لما عملت اللوغو تبعي بس المشكلة انه تي حرف N بدك تلغي تمام هسه بدك تحوليها لصورة كيف هاذه الاشي الحلو ومنها بتعرف حالك اكثر ضروري تعرف شخصيتك تعرف مبادئك لان اصلا مع الوقت هاي الاشياء بتتغير فانت حلو انك تعرفها مشان تمشي بالطريق الصح هاي بتكون بوصلتك هاي هذا انت مش طبيعي تمشي بالحياة وانت مش عارف حالك تسوق سيارة انت مش عارف شو هي تمام فهذا هو التحدي الاخير للتأكيد يا حبابي زي ما استبعدت الناس اليوم رح استبعد الناس بكرة فرجاء ممنوع ولا اي حرف ولا اي كلمة هذول الشرطين ما حكيش غيره من ولا عناصر بشرية منها الجمجمة الايدين الرجلين العيون الثم القلب كله تمام يا حبابي واضحة صح تمام طي الله فيك اهلا يسألين لانه صراحة الواحد يسا ممكن ما تكون شخصه بداية حياته لا حبيبي طبعا لا اعمل الاختبار رح تعرف الاختبار اسمه ديسك اكتب على قول انا ببعثي لكم لينك اختبار ديسك بسألك هيك 25 سؤال وخيارات بقول لك انت مين من هذول الاربع اشخاص اي واحد اقرب لقلك اذا صارت مشكلة بتحب تساعد ولا بتحب تتغاضى وتمشي اعرفك اذا حدد ضرب الثاني انت تفزع مثلا ولا بتحب تمشي تترك حالك لحالك طب ما هي شخصيتك هذا كيانك فانت اعمل هذا الاختبار رح يعطيك نتيجة تمام وهي النتيجة رح تشوف انه انت فعلا زي هيك هذا رح يساعدك كثير تعرف حالك وهي النتيجة حولها للصورة تمام اهلا حبيبي احمد هلي قلب اهلا حبيبي اعطيك العافي اه مين ضل لسه ده بلش ساعة حباب الساعة عشرة ما بدي زي المرة الماضية اسألك الواحد صراحة الفيديو جدا جدا طويل كان ما قدرت امنتجه فمشان اسرع الامور رح افتح الصورة وانتو تكتبوا بالدسكورد اوكي التعليقات اللي بتكو تعلقوها عالصورة مشان تدعمو لصاحب الصورة الى اخرين تمام طيب بدون انت مشغل الكاميرا او لا يلا هاي اه مشغلها انا بس مش عارف عندك انتشل انتشل مبينة معطيني انو الفيديو لأ قريبا احنا قيمنا صور بعض عن قروب التانية ممتاز ما عندي مشكلة حبيب بس انا انا والشاشة مش ظاهرين قدامكو سؤال لا انا مش ما في كاميران ما في شوك لا استنى شوي اسحبوا على اليمين اسحبوا على اليمين من التطبيق رح تلاقوا فيديوهات في انا رح تلاقوني لحالي على اسمي مش شاشة مشيرة اه اكبس عليها بتكبر بتصير هي الرئيسية بتلغي اي اشي ثاني على اليمين وعليسار تمام مين لسه ما ظهرت عنده طيب استنى شوي خليني اعمل خيار ثاني هاي اه شير استنوا هلا هلا بعطيكو خيار ثاني هذا الخيار الثاني وجه ما رح يكون مبين فهيا هلا شيرت الشاشة المفروض الفوتوشوب ظاهر قدامكو اه اه هاي بيان لا لا بيان بيان طبعا انا 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 اعملي اشي غلط في مسمي شعاتي ساسرات كبسة طيب هس احسن اه هلا اشوف اه اشوف اه طلع صورتك ممكن تزبط انا في عندكو خيارين على الدسكورد في انا الفيديو تاع وجهي ومبين عليه الشاشة وفي الشاشة لحالها الاثنين تقدروا تستخدموهم عادي كيف اه كيف هدا خيار وين؟ اه بدك تكبس على الفيديو تاعي الخاص فيي في عندك اسماء المتحدثين اللي موجودين بالدسكورد اه ليو موجود بس والعادي شاشتك بتكون بالعرض هاي المرة زي بتقول فانت جايبه بربعك اثنين شايفين والباقي مختلف طيب خلص افتع على الشاري سكرين لعادي أحسن مم لا ممكن مشكلة بين عندك ان اواضح اندي كمم او 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 انا عندي انا انا واضح انا انا واضح انا ديعنى اني أنا شروطك بس امعه اندي طيب خلص نمشي على الشاشة بدون صورتي مش عارف في اناس عندهم مشاكل عن الناس لا 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 خلص مش في حال اندي الشاشة هسه هيك واضحة مع الصورة طيب ابلش انتبه للصوت في حد التلفون عم برين يا حبابي طيب خلينا ابلش على السرية بالصور حبابي للتأكيد بس دعلق اتوقع موضوع الفرح والحزن اذا واضح او لا والرسالة حكيت من قبل فيه فرق بين الفكرة تاعت الصورة الفكرة حلوة هون انه الدبوس شكلة عم تتخيل حالها بالفستان اوكي وثانيا الرسالة هل الرسالة عميقة او لا فيه رسالة بتأثر بالشخص او لا اوكي طيب هلا هون الفكرة واضحة اتوقع انه قدام المرأة عم تتخيل حالها بالفستان هاي هدية هلا باين انها صورة مفرحة اه ما ان التكوين اتوقع لوش رح تلك انه في عنا دائرة سودة هون رح تفهموا علي في عندي اشي صغير هون هاي مهمة الوزنها الون ابيض توزيع جميل في عنا وزن هون بالصورة مقابل الى وزن ابيض كبير هون جميل والصورة اظن انها فرح تقدر تكتب على الشات والدسكورد حبايبي ايش انتو شايفين منها هلا كرسالة ما اتوقع انها مؤثرة لانه هاي ينبين انه بس فرح يعني الفكرة انه عم بتشوف حالها بالفستان الفرح انا ما مش شايف اشي ثاني صراحة يشوف هاي الصورة معتصم نمل جميل جدا هاي دليل عاللعب بس اظن في اشي مخبه هون انه هون هذا الخط الاصفر اللي طالع عاساس كانه اشعاع نور بالظلمة يعني مثلا بيدك رسالة خفية معتصم اوكي ممكن مشيها او ممكن انتو مش قاسدها بس توزيحهم جميل كريستالوغرافيك هون مزع بشكل عشوائي وهون بس هاي لا هاي فاضية صارت هون يعني كان لازم تعبيها باشي اجرب اعبيها بهاي عرفتوا شو المشكلة زي هيك كانت فاضية لانه من هون اظن انها فرح الالوان الالوان الفاقعة الالعاب القلول انا ما اتوقع في اي تاليخ ثاني كمان رسالة اتوقع استنى شوي يمكن قصدوا هاي اللي قلول انه مجرة يعني وهاي كواكب نجوم مع هاي النجوم الصغيرة يمكن في رسالة بس ما اوصلتني صراحة ما اتصم بس هي صورة مفرحة واضحة الفكرة انها العاب يمكن بتمثل المجرة للاطفال يمكن الخروج من عنق الزجاجة الخروج من عنق الزجاجة ممكن بما انه اه زجاجة وهون عم بستخدم نجوم وكواكب فيمكن لانه هاي المنطقة سودة الكون الفاضي مثلا وهون من عنق الزجاجة طالع ضو ممكن اه بلش ركورد اه ته نشوف هاي الصورة هاي هاي فيها رسالة استنى شوي بس خلينا نشوف هاي الصورة محزنة ولا مفرحة هلا الصور المحزنة والمفرحة في فيديو على اليوتيوب انا حكيت فيه عن الاضاءة والظلال كيف تعطي شعور سلبي بالصورة اوكي لانه عادة الصور المحزنة ما من خلي فيها خلفية اه فاتحة فهون في عنا القلم المكسور وزنه اقل بكثير من القلم الصحيح لا بالعكس ليو القلم المكسور يلي مش واضحة شو ماهيته فعليا هو اثقل اه سوري هو اثقل اه نعم نعم وزنه اثقل هاي ايش التعبير عن الرأي هاي يعني ممكن عن الرأي ممكن عن الفساد ممكن عن الاشياء السيئة اوكي اه هلا استنى شوي اه مش مبين معاي انه قال لما عملت زوم انتبهت انه هون اسود ابيض اسود وهون في لون بني لو خليته ذهبي مثلا بيكون واضح اكثر عرفت لانه اللونين كثير قراب من بعض انا ما انتبهت اه اه انه هاي ابيض اسود و هاي لا تمام بس فكرة رسالة اوكي شكرا المكسور تمام ممكن علق على التنفيذ لو خليت فعلا جبت قلم وكسرته وخليته هون مع هون اه انه جزئين تعونه بس رسالة جميل فهمت هاي الفرق بين الرسالة و الفكرة حباقي اذا لسه مارض حتى الفكرة احكولي اوكي الهون صورة حزينة من الدمعة اللي هون وعم بيفتقد بامه اتوقع هاي صورة حزينة خلفية سودة والالوان باتة ما عندي تعليق اه توازن الصورة ما متوازن يعني يمكن بس اشطب الاشي اللي هون خليها اضيق اكثر بس اه لان عناصر التركيز هي الوجه اللي هون والوجه اللي هون عندنا دائرتين تقريبا اذا عن هيك ما في تعليق نورمس اوكي وهي فيها فكرة هون اوكي هاي بدأ عمل زون عبابي التفاصيل كثير هاله هون للوهل الاولى مبين جبل وعليه عالم فلسطين بس لما نعمل زوم فيه الخراب شتر استوك ولا 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 فيه مين هذة الصورة حبايبي المايكات 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 انتبه لصور الاستوكات اه اه فيه خراب بس مش عارف هاي الصورة فيه خراب هون فيه خراب وهون انفجار هون كله خراب مانش عارف صورة حزينة بس ليش مش وصلني شعور الحزن هون اه اه ابيض اصود الالوان ملغية مين صاحب هاي الصورة استونا ما فيه اسماء هون مغنى مهند حبيبي فيه مش فاهم فيه رسالة بالصورة ايش اه لانه كلها خراب بس العلم لسه واقف مش ماخد من المكان بواحد يعني فهنا عامل اصلا نقطة التركيز على المكان اللي مش ماخد منه اللون هلا نقطة التركيز هون اه انه برغم هذا الاشي كله لسه تواقف العلم شكرا اوكي 100% صحيح لانه فعلا التركيز هون اوكي اوكي وصلت شكرا 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 تمام لانه كله خراب بس الصورة مش حزينة فيه اشي ضرب عندي انا باعطيك شعور اولي عندين انت لما تركز اكثر بترقد المغمور شكرا انا بحاول اعطيك الاثنين كنت في نفس الوجه تمام لا لا حلو حلو هون هاين بين انها دم مع صفير الظلال ايش هات طلقة اه انا فكرت قلم صفنت للاحظة بتكون تنتبه انه ما في حد رح يعمل زوم على الصور حبايبي تمام وبالمعرض الصور رح تكون قد كف الايد هالقدة حجمها قد تليفوني تطلعوا فرح يكون هيك اه خمس وعشرين صورة مع اللقين جن بعد في المعرض بهذا الحجم انتبهوا خليني ابعث لكم صورة على جروب كيف بشكل ما يبدئين ايش فيه على جروب ايش عم بيبعثوا للاسف ما عرفت ادخل لويه استنوا اشوف احنا وصلنا خمس وعشرين شخص واحد اثنين كم واحد وصلنا اه استنى شوي ريح الشاشة على اليمين شوي ما كنت استنى حباب يتحمل وين فيه ناس معارفة تدخل على الغرفة صورتك موطة العالية ريح الشاشة على اليمين فيه ناس مش عارفة تدخل معقول وصلنا خمس وعشرين او الله وصلنا طيب خلص لازم ابصل الكاميرا سوري هسا بقدر يدخل طيب الباطل ينتصر للحق صحيح يمكن حبات الكريستال المحبوس له زجاج ومأسور ما عنده حرية الكريستالات اه صح انا ناسي التعليقات ما كانت بين عندي حبابي سوري طيب بزيح الشاشة على اليمين شوي هيك لسه الشاشة واضحة اوكي لا كنت قصدي عن الصورة صورتك لما كنت فقط اه خلص هاي فصلتها مشان الكل يدخل اه مين اللي ما دخل اه ايمان اوكي طيب نكمل للتأكيد هاي مبينة قلم من بعيد شايفين اللي انا عم بحكي عنه الشكل التاحها اه بس عملت زوم انتبهت انها طلقة ممكن او حتى صاروخ اوكي بابدل ننتبه لهاي الاشياء الصغيرة طيب الفكرة بشكل عام اوه هذا خراب مع فنجان من الدم مع صفير طالع منه مين صاحب الصورة؟ انا ما بدي اطول كثير بالفيديو زي المرة الماضية بس مين صاحب الصورة يشرح لنا اياها انا تحملوني مع العجقة مش كل الرسالة رح توصلني فما تزعل من هاي الشغلة يا حبيبي طيب صاحب الصورة مش موجود معنا بتعليق انا ما وضحت كثير بالنسبة لي يعني عم بحاول اقرأ اللي موجود قدامي فيه كاسة عليها دم فنجان قهوة انه بغض النظر عن الصوريخ والحرب اللي عم بتصير مثلا اه اتوقع ان عن فلسطين منصح ومنشرب فنجان القهوة ومنطرين نمشي بحياتنا ممكن هاي هي الرسالة اللي وصلتني تقريبا هون رحاب رحاب بس هذا اللي انا بديه ركز معي ما فيش عندي ولا وجه ولا اي عنصر بشري هون تمام لكن كيف فرجتني انه هم زعلانين او مضروبين او تعبنين من علامة الاكس البسيطة ومن الميلان هاي التعف اللي هون حبيت الخدع انه هون ما استخدمت يعني فيه كلمات بس اتوقع بمشيها هون بتمشي معاي بس انه فوتير اوك هون بتمشي ماشي حلو بس هاي بس هون السؤال عندي كان هدف كتفرجي قبل وبعد لانه هون مش قبل وبعد هاي مبين انه فيه شخصين ورا عم بتطلع شخصين قدام الرحاب معنا ها 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 بس بدي نتابع لشغله انت وقعت الخطأ اللي وقعت فيه ايمان مبارح انه حطت صورتين جنب بعض لكن ما فيه اشارة للانتقال بالزمن اذا بدكم تعملوا حركة قبل وبعد ضروري اشي يوضح اه اشارة او حركة اه انهم مثلا بتطلعوا على حالهم زمان مثلا او عم بتخيلوا مثلا ترسمي تفكيرهم زي هيك انه كيف كانت حياتهم قبل لانه الاثنين بنفس المشهد بنفس الاضاءة بنفس الالوان هون انت عندك اربع شخصيات بمشهد واحد تمام بس هاي الفكرة هو بنقدر نخليهم اصلا اربع اشخاص اربع شخصياتين هم اتنين امسان جداد واثنين امهم هم من زمان من زوجين بس برضه هم حتى من زوجين من زمان بس لسا محاولين عليهم وانا اخطيت ساعة بس ما طلع شكلها تصير تصير ضابط ماين ساعة حاولت اني اخطت هايك اشي انتقالي بس ما اخطت بس لتأكيد مشان تعبروا عن الانتقال بالمشهد لازم مثلا يكون مثلا لو طالع منهم هيك ايقونة الفقاعة تاعت التفكير اللي هي زي هيك عرفتي وبيفكروا بحالهم بعدين انه هذول الشخصين سوري هم نفسهم الشخصين بهاي الصورة لكن بزمن مختلف تمام؟ بس هاي هي ملاحظتي بديت انتباه لها بالنسبة للتوزيع متوازن الصورة نصين على اليمين على الشمال ممتاز ما في اي مشكلة فيها والاسم تحت رهيب طيب نشوف هاي الصورة سالي وسندس انا فورا بصير اطلع الاسم تحت فيه خرابة ورا الالوان تعبانة لكن الالوان هون عم ترجع ممتازة هي رصاصة هون هلا انتبهت لها وفي نقطة عم تنزل عن نبته اتوقع الرسالة هون انه بالرغم من الدمار والحزن رح ينبت وراح تكمل الحياة ممكن ما اتوقع انه هيك واضحة مم واضحة بس هون هون اطلقها هاي الوردة اه هذو الفن المفاهيمي بدك تحلل الصورة بدك تحاول تبعث رسالة بدون كلمات اه يعني هاي الوردة عم بتموت لكن رح ينبت غيرها شكرا يعني لو له هاي الطلقها اه اسألين هاي بيش طلقها هذا قلم اتوقع بس باريت باريت صار مثل طلقها ودهان شوف رهيب اذا هيك جدة عملتو رهيب افدعتم لانه من دون هاي الطلقها بس بدي تشوف الفرق بالرسالة من غيرها شوف شو رح يصير خليني اعمحيها رح يبين كأنها تحزن على النبت اللي عم تطلع جديد مش انها عم بتموت لكن هون مع الطلقها رسالة مهمة جدا انه هاي الوردة ماتت اوكي خلاص هي عم بتموت نهايتها لكن في اشي جديد عم بطلع محلها هذا العنصر جدا مهم مشان تكمل الرسالة تمام؟ عندي بس تعليق بسيط جدا وزن الصورة كله رايح لليسار لانه هاي بالنص والوردة على اليسار ما في اشي بيماثلها على اليمين فلو قص لو بدنا نقص الصورة بشكل صحيح هذا الجزء كله اللي على اليمين ما بدنا نعم هيكا لازم يصير تمام؟ هيكا صارت متوازن الصورة افهمتوا شو اللي عملتوا هسا؟ لان النص اللي على اليمين كان فاضي ما إلو داعي تمام؟ تمام؟ نشوف هاي ما في اسم طيب من الاجواء واضح انها حزينة ما في الوان مفرحة وكذا ابر مخدره مع بيننا مخدرات ما احبوب مخدرات شكله بس كثرتهم طفت شمعته وكثر ما بتعاطاها طفت الحياة فيه ممكن؟ مين صاحب الصورة؟ صح اللي حكيته؟ او مش صح اللي حكيته هيكا الرسالة وصلتني فاذا هيكا انت قصدك انجحت المخدرات بتطفي الإنسان وصلت للكل مش بس إلي طفت زهرت حياته شمعت حياته شمعت حياته او شعلت حياته ممكن شكرا طي نشوف هاي اوكي بس هاي بحبيبي بدك تنتبه هاي العصفور الظلال فيه اقوى بكثير من الصورة ككل تطلع اللون الاسود اللي فيه يعني اغمق اشي عندك بالصورة اللي هو ظل الصحن ومش اسود فمشان نتعادلها صح اه بي لازم ها دورة فاتوشابول بس ثواني خليني اختار الأصفور لازم ظلاله تكون خفيفة مش غامقة كثير وسودة مالو اوف الجهاز تعب انا عامل ريكورد وكاميرا ودسكورد المشكلة على اللابتوب انا طيب بس على السريع ابدأ افرجيك اه اذا بدك تركب شغلتين عصورة صورتك انت وين الظلال فيها اغمق اشي اللي هو تحت الصحن المفروض وانت عندك العصفور اغمق اشي فيي اللون الاسود فكثير غامق فلازم تفتح الذلالتات شوف اللي اشي راح يصير ايوه شوف الفرق هاي قبل وهي بعد شفت الفرق حبايبي انا حاصل كل هيك بيعمل هسا على الكاميرا انا مش قادر اشوفكم وركز بالشاشة اه تمام بس للتأكيد هاي قبل كانت الظلال بنفس العصفور كثير غامقة والصور ما فيها الظلال غامقة انت بعز الشمس فشو عملت روحت على العصفور وفتحت الظلال تاعته بس قل لي جغلت العصفور هلا المفروض انه هذا العصفور كله اللي طالع للكاميرا يكون بالذل اه ما في جزء منه مضوي كثير إلا حوافه اه اذا بدأ تعمق فيها ما راح يخلص بس اكثر اشي واضح الظل هذا شغلك وشغل معتز اللي بتوش مئة بالمئة معتز زمان عنه والله حتى انا زمان وقفت وتشبوا تصويره حبيبي نشوف هاي الصورة مثلا شكرا بدون تعبير عن الكلمات كيف عبر عن اللخ وطة بالمخ عن طريق هاي الاشارة شكرا هذا اللي انا بدي اياه وعلبة فاضية هلو هلو بس الصورة مش متوازنة انتبه هذه الجهة كلها فاضية كان لازم تنقل البسة والتفكير والعلبة لليمين او بتقص الصورة زي هون هيك اوكي هيك احسن هيك صاروا متوازنين لانه تخيلوا معاي اذا بدنا نمشي على السيبرماتيزم عندك دائرة هون وتقريبا شكل غير منتظم هون وكلهم هيك صاروا بالنص تمام طيب اه ايش يمكننا واضحة رسالة بس تنفيذ التنفيذ اي والذلال حبيبي بدك تنتبه بدك شغل اكثر على التركيب والدمج لانه هاي الصورة ككل ما فيها ظلال جدا زي هيك حادة طلع انت الظل عندك مرسوم رسم drop shadow هذا واضح من photoshop وغير هيك ما في ظل من طرف العلبي على الارض الظل بس بيكون هون بهاي المنطقة اوكي تمام وبدك تشتغل حتى ظل البسة كمان حبيبي بدك تنتبه بدك تنتبه انه ما في دائلة ظل البسة من فوق بس الظل على الارض هذا منسميه contact shadow ظل الاتصال في ناس على القروب لسه ما دخل انا اسف بس المبروطة فصلت الكاميرا ايو نكمل نشوف هاي الصورة هدى عبد اه اه في لون احمر بس الصورة محزنة في خواتم عم تتكسر هون هاي رسالة على الزواج اه خراب زواج ممكن وهون فيه ان الحبل عم بفلت طب هاد الحبل بايش مربوطة هاي مرجاحة اوكي توزيع العناصر ماشي هودا معنا مديش اطول كتير بالتفكير ممكن تشرحين عن الصورة السريع هلا اه هدا الزواج اللي بينهم عم يخرب اوكي بس رغم انه هدا الخراب للزواج لازم انه يكون تركيزهم على انه يحفظوا على الاولاد انه فيه بلالين طايرة قصد انه هدول فيه اولاد انه عم بضيعوا فاحنا انه انا انا قصد انه الزواج اذا انتهب بالانتصال انه لازم يحفظوا على اولادهم طيب شو رسالة البلالين الطاف اللي مايلها لون والبلون اللي 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 له لون ايش الفرق بينهم اكلمة يعني هاي العيلة انه يعني لازم انه بينهم قاعدهم يخرب اه طب وهدول اولادهم الثانيين لا هدول يعني ناس تنين انه ناس تنين هيك ما هو اه معناته لا بدك تغيري شكل البلون هون مشان يبين انهم بلالين مش من نفس هاي العيلة لانه انا انا بالنسبة لي شايف انه البلالين هدول الثلاثة هم اخوان اذا بدنا نمشع هاي الرسالة فلو غيرت شكله مثلا لو غيرت شكلهم انهم من عيل ثاني مثلا بلالين بشكل ثاني بغض النظر احسن انهم بفرقوا عن هذا الطفل بس حتى لو لسه شتتون يعني مبين انهم الاخ الكبير والاخ الصغير لسه بظل بتكت انتبهي لو لغتيهم صراحة احسن لانه بشتتوا عن الرسالة ما بيدعموها اوكي اذا بدك تعملي عائلة ثانية بتربط او بتحطي انه هون في خاتمين وقعوا خاتم هون وقعوا والثاني تكسر وفيه بلون ضايع منهم مية بالمية يعني افتكيف لانه عنا الطلاء اذا طلاءوا خلاص يعني الولاد بيروفوا فيها اه مية بالمية بس ثون انه لسه هذا الولد هو المحافظ على هاي الحبل اللي هون يمكن تمام طيب هون ايهاب الهستوغرام عندك واقع يا ايهاب طلع الهستوغرام انبامل تسجيل انا اه لا في ناس وقع بهذا الخطأ اذا بدك تعطي الصورة حزن هبيبي بتزيد كمية الظلال اللي فيها بس ما بتخرب هستوغرامها يعني هاي قبل وهي بعد تمام بتخلي الظلال غامقة طيب انا بس مشان توصلني الفكرة خلينا اصحها يعني الهستوغرام بافلام الرعب ممكن انه يكون قليل ماشي بس مش كثير ضيع كل التفاصيل فزي هيك هاي قبل وهي بعد طيب في عنا خاتم غربان هاينبين انه اشي محزن بما انه غربان مثلا والورد والورد ميت مثلا والخواتم مقعت ويد الغربان بدل العرسان ايش انهم انفصلوا ما كملة الفرحة تمام تمام حلو بس هاي فكرة عن الحزن هلا هون هون في رسالة اللي هو الدخان قدي بيأثر على النبتة وعلى الكوكب بس ايش هون التنفيذ مش احترافي بتكون تنتبو هاي مين صاحب الصورة يا هيا التنفيذ في مشاكل بالفوتوشوب عندك الفينيشنج يعني هون في عندك شادو طالع من السيارة الحواف مش مختصة صح تركيب الدخان بالصورة اذا بدك تحطي شجرة هون بدك تركيبها مع الدخان بدها ما تجلو اه بس الصراحة اليوم كان شوي هيك ما في مشكلة ما في مشكلة واضح ما تبيني طيب هون يا سورة ايش هاي هاي حفلك انه هلا الظل نفس الاشي اللي دروبشده ما له داعي حبابي خصوصا بالصور الفاتحة هلا الورد بدل على الفرح ايش بدك تعمل ابتسامة مثلا من الورد ممكن ما ليون ما باره صورة موجودة بس تشرحين عن الصورة السرية اوكي اه هاي الصورة ها دراس جوز الهند يعني اعتبرته انه تعبر عن الانسان هلا الانسان اوقات يعني جوز الهند قاسي شوي فهو صعب انه ينكسر اوكي لما يكون يعني كتير اوي مع انه كتير اوي ممكن يمرأ بالظروف معينة تخليه ينكسر فهذه جوز الهند مكسورة من المص بس مع انها انكسرت طلع منها ورد يعني الانكسار هي مش نهاية الانسان بس مش واضح انها مكسورة الورد مغطي على الكسر انت شايفه الكسر نهائي مخبه بالكامل هلا اذا كان بدك يتوضح ممكن اذا بدنا ننفذه بهذا الشكل ممكن ترسم الكسر وتطلع منه وردات صغيرة مثلا حتى لو مرح يبين طب لو كان الكسر بالطول ممكن بس هون الكسر مخفي بالكامل ما شفته بعرفش اذا في حدا بالتعليقات لقطها البقى تمام طيب نشوف هاي الصورة اسلام قواسمي اربعة ستة الف سعمية وثمانين ما بعرف شو هذا التاريخ انا للأسف مع كيكة ايش هذا التاريخ هاي بدك حدا يعرف شو التاريخ حتى توصل الرسالة ممكن تحكيه لشو او حدا بعرف شو اربعة ستة اه هذا التاريخ اه عشوائي اعتبر اوكي بس انا حطيت عكس انها هي زي بقصة انه صار في هذا في هذا التاريخ انه حدث جريم القتل وهاي الذكر الثاني الى بتوافقوا ما وصلتني الرسالة زي هيك انا وصلني انه في هذا التاريخ ولد شخص وعمره سنتين توخه انه توخه وعمره سنتين او قتل او قتل او قتل او قتل او قتل او قتل انه قتل او قتل او قتل عشاخ للمتاح قتل بألوان زي العصن حتى معكس الفرحة مش مبين التفاصيل زي مضوية كبير ممكن ان خطفنا بقيتها شوية تبين انه فيه شوية زائن فيها يعني الصورة حادثة كثير مضوية ومثلا ما حادثة مع الصورة تبتحة مضوية كبير فمو مبين انه فيها يعني نحن فيها شعور بحجن هسا بداية انت حاط اشي كثير كبير بالصورة كتاريخ قده قد الكيكة تقريبا يعني او نصه فمع لونه الاحمر الجدا فاقع فهذا هو عنصر التركيز فاول اشي قرأته عيني التاريخ بعدي اجت الكيكة بعدين السكين وبعدين السنتين فانت هيك عم بتوصل الرسالة انه في هذا التاريخ تمام زي ما حكوه ياما انه انولد شخص عمره سنتين وانقتل لانه الطعن او السكين هاي جريمة قتل واضحة رفت كيف في فكرة لكن انت منجحت فيها بدك تنتبه اللي هو هذا التاريخ اللي هو لحدث الرئيسي وللعقم اثنين هي ذكره ثانية بس انو الحدث الرئيسي اللي هو بيتشرف اللي فوق ممكن ممكن لو مثلا التاريخ كان شوية دامي ازل منه شوية دام والسكينة موقحة كانت جنب الكيكة ممكن او اذا بدك تستدل ما بدك تعطي معنى لهذا الاشي حط رزنامة وشطب على يوم مثلا عرفت لانه لما تعطي ما في مشكلة حبيبي احنا متناقش يعني احنا متعلم من الاخطاء ما في مشكلة لانه هون انت ابعثت رسالة ثانية مختلفة عنه في بالك كدك تنترى تمام تمام حبيبي طيب نشوف اللي هون ندا ندا مبين عليكم مصمم من الزمان ديزاينر لانه حتى اللون استخدميته صح طيب هلا المشهد الورد مفرح عرص مع ممنوع هوك وصلت مع ممنوع طخ هاي رسالة في رسالة هون مع فكرة ممتاز هاد اشي مفرح مع الورد مع الخلفية جميل جدا جميل هاي هاي فيها رسالة انه ما اتخوا بالافراح يعني هاي رسالة جميلة بصراحة رسالة وتنفيذ جميل جدا نشوف هون ماجد ماجد يا ماجد عن بوكل هلا لما اجي احكي لكم هاي العناصر مكون عندنا دائرة كبيرة هون مع خط هون مع مستطيل هون مع خطوط صغيرة هون الصورة متوازنة يمكن لو ضفنا اكمن خط هون اكثر مشان في عنا بس هذا القرف اللامع وزنه لليمين بس صورة جميلة متوازنة من ناحية فكرة او رسالة هات خنشوف الصورة مع انها فاتحة الالوان بس محزنة بسبب القلب المكسور او لا للقلب المكسور يعني هاي الادوية مشان تمنع هاي مضادات الاكتئاب بريك هارت اه 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 بروكن هارت انه قلبه مكسور فهاي مضادات الاكتئاب اوكي جميل بس عندك الظل اذا بدنا نلعب هاي المنطقة ما مدام في ظل هون هاي المنطقة بده تكون ظل ما بتكون ضو حبيبي اه يعني بدك تغمق هاي الجهة بس خلينا اغمقها سريع لا فتحتها لي انت انا اه هاي المنطقة زي هيك بتكون هاي كمان مرة تمام ما بتكون ظاوي لانه هاي في ظل هون طيب غيره اه بدنا كمان نسحب الالوان طيب ممتاز بس الرسالة انه حلا في فكرة بس ما في رسالة الفكرة انه الشخص عم بتناول مضادات اكتئاب بشكل يعني عم بتغذى عليهم بكثرة هو مغلط انه الزرقة حاصة بس هو مبين عندك بنفس جوة اه مش عارف ايش المشكلة هاي حتى انا مبارح وانا بحضر فيديو اليوتيوب اظن لابتوبي عم بعالج الالوان بشكل مختلف تمام فانتبحت مبارح لما افتحت فيديو اليوتيوب قعدت منتجه فعلا صورة سوايب كانت بنفسجي بس انا على لابتوبي مش شايفها فاتوقع في ايش بالشاشة تمام بس ما في مشكلة الالوان مرح تأثر كثير هون هاي فكرة بس صورة مفرحة انه بيبي اظن انه بيبي جديد هاي صورة فرح مين اللي عملها هاي جاكو بيبي جديد شكلو مين صاحب الصورة ليش ما في اسماعي حبيبي بس واضحة يعني فكرة واضحة هان نفس الاشي هاي صورة فرح هاي فكرة فرح تمام بس ما في داعي الاسود اللي هون هاي طاولات حزن صارت كمان نفس الاشي هاي فكرة لما احكي لكم مش واضحة الرسالة انتو فاهمين علي شو عم بحكي ولا لا لانه هون ما في رسالة هون بس فكرة فرح في احدا مش فاهم الفرق بين الرسالة والفكرة حبايبي شكرا او بتأثر بالشخص هاي بالمشاهد هاي اهم شغلة طيب هوا انا نبين جريمة قتل طربوش هاي بدها تحليل فيها تفاصيل صغيرة بده حاول احللها بدون ما اعمل زوم مين هلا طاها اوكي هلا اه هي كراسي وسكينة اتوقع انها جريمة قتل في ناس اتذبحت وهي الطربوش واقع وبس طيب لو نعمل زوم انا هاي بيتهم ايش انه قطعوا بعض على لعبة طاولة مين موجود معنا هالا انه لا تلعب طاولة يعني الرسالة انه لا تلعب طاولة بلاش تكتروا بعض اليوم انا فكرتها جريمة قتل صراحة صراحة هي جريمة قتل مبينة انه في هي مسرح جريمة اه هي مسرح جريمة جريمة قتل على اليادي اختلفوا في اللابة او واحد فاز على واحد او اللي هون ممكن او كثير هاي فيلم رعب نشوف هاي مثلا شكرا هاي دلالة عزمن انه مبين انها نفس السكينة بس مش نفس التفاحة وبما انه هاي الصورة معناته هذا الماضي وهذا الحاضر فش اللي صار هاي كندر كندر معنا انه هاي السكينة انا عمّاكم اكلة التفاحة هههههههه لا في عدد التفاحة ها ها في عدد اه هاي صغيرة كثير صغيرة انه كانها كبسات ما تكبريها بتعمليها على السكينة نفسها ممكن اشارة او بتخلي الذراع كله اشارة دم او سم عرفتي يعني بالفكرة انه يعني قد ما تكون مع حدا توكسيك بالاخر هو رح يستنزفك ايه ماتت والاخر يعني التفاحة اكلها كلها بس للتأكيد مين كان صورة العرسان الكفكير رحاب شايف كيف عنا مشهد بالماضي ومشهد الحاذر تمام عن طريق الاطار وضحات تمام تميل جدا توزيع الصورة مستطيل هون فيه عناصر وفيه عنا مستطيل هون مع دائرة هون ممتاز جميل والرسالة هون انه فيه رسالة انه مستقبلك مع اي شخص توكسيك بالضبط انه يعني الحدا التوكسيك دائما الحدا التوكسيك يعني فلازم انت تبعد عنه بالاخر قبل ما يستنزف كل شيء شكرا تمام هاي رسالة شكرا شوف هون تفاصيل رايحة اتوقع هون فيه طقيق تخرج بس رايحة مع الخلفية السودة حبيبي بباك تنتبه اوه انا حاولت تضيين على الورفات البات ها اخفين يعني فغفين راحة لما يكون عندك اشي غامق زي انا لابس اسود وشعري اسود على خلفية غامق اسودة بتجيب ضو من ورا بعطيك حواف بيضة زي هيك بس هاي هاي مش حزن هلا هي بتعطيك شعور الحزن لانه كل اشي اسود وغامق بس اظن انها فرح لانه كل اشي اسود وغامق حتى لو اللون الاحمر فاقع جدا هون بس الطاقة السلبية جاي من الخلفية السودة والالوان الغامقة هاي كثير محزنة او بتعطي شعور سلبي اعرفت فهاي صراحة حاسه انا توفى يعني هو درس وتخرج بس بعدين مات مش انه اتوقع انت رسالتك انه سافر مثلا او انه جاهز للسفر هاي الرسالة كانت انه درس تعب بس انه ما لقى وضيف فا اضطر يسافر من الخروض السافر لانه اضلت زلب واضعا اه طيب استنى عيدهم بس بالترتيب اول اشي انه درس صح وتعب ركز معي درس وتعب هاي كمية الكتب اتخرج الروب صحيح انه موجود تمام كمل بس الشمس في السفر انه ما لقى وظيفة في البلد بس ثواني هاي هي النقطة الناقصة انه ما لقى وظيفة في البلد فكان ممكن تحطها مثلا اه بتعبر عنها باشي ثاني كيف ممكن نعبر انه عدم وجود وظيفة انه اه مثلا اه لو عملت زي هيك ورقة بس هيك بدون كلمات زي هيك مع صورة ومحطوط عليها اشارة اه ممنوع مثلا بس هاي حتى كمان رح تنفهم فيزا طب كيف بدنا نوصل فكرة العمل انه ما في عمل بالمكان صعبة ما الفكر انه هاي الجملة هذا السطر بس اللي كان ناقص كان مبهم شوي تمام طيب نشوف فاين صورة فرح نور ليش مش حاطة اللوغو نور معنا نور ازعيته لاتوقع هاي الصورة اهلاني نور ليش ما في لوغو الصورة حلوة ماشي طيب صورة فرح هاي هلا ما في رسالة بس انه عيد ميلرده شكرا شكرا ماشي حيلا جميل شكرا جميل طيب اشعر اه شغلك رح ينسرك شكرا 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 هون مثلا او بدنا نحط نجمتين او ثلاثة هون بتمشي اكثر لانه هون على قاعدة الثلث مثلا استني اقسم لك الصورة الثلاث عرفتي كيف بس انتي لا بالنص ولا قاعدة ثلث ولا حدت عقاعدة المسبة الذهبية فمشان هيك شوية عيني شافتها قد مكانة غريبة ايها زي بالمدرسة اه 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 طيب ايها زاوية الورقة او طيب اه راح تفقد معناها لانه هي هي عنصر التركيز ايه بزا فانا بالنسبة الي لو خلتيها بالنص اظن حتى الثلث هنا استني اشوف عيني اذا لقطتها اولا ايه انا بده قسم الصورة ثلاث اثلاف تقريبا هاي انا مش رح تلكو عنها القاعدة مش رحنا بعدين هاي هون عنا الثلث اللي فوق وهي هون الثلث اللي تحت تقريبا هون ايجت عندي احسن حتى هذا الثلث الفوق غلط هيك بس ما بهمني هون لانه كانت زيحة بس شوي لليمين عيني شافتها قد بس كيف لما تمسك السينية ويكون بس في بس بدك تزيحيها شوي هذا اللي انا حسيت العيني لا يعني انه صحيح عادي بس هيك حسيتها كثير مضايقة علي بعدين استوعبت ليش بس كانت زيحة شوي بس انا الرسالة رهيبة واصلة فورا هون وحتى للتأكيد هون الاضاءة اعلى من كل الصورة عن طريق الانعكاس فوزنها أكبر ايش بالصورة مع انها حجمها صغير هيا هيا اصلا الوان برده طالع مختلفة عن الصورة طالعة كثير كثير برايت نعم ممتازة هيا يمكن على الشاشة اتوقع يمكن في عندي مشكلة بالاستريم الشاشة ضحيا ضحا اه بتذكر حكتي لا عن هاي الصورة طيب شو الرسالة هون هلأ في فكرة مش عارف اذا هاي محزنة او مفرحة بس انه شو الرسالة عادي يفتحوا المايكات ما عندي مشكلة حبيب لقمة العيش السابق أكل العيش مر بتذكر حكيتلك لو عجنتيها مع البراغي صح ؟ عشان تبين انه جواتها أكل العيش مر بس انا مش حاسة صورة محزنة لو كانت البراغي جو والخبز اه لان انا حاسة تزيين للخبزة بس في عندي مشكلة ثانية انه هاي الصورة مش محزنة ليش ليش اللي ضيب احبش احرق موخي مش ان الذلال حادي استنى هات اول اش خنقلي بالالوان هاي بلابت ابيض اسوط بس لا الفادي المشكلة بالذلال طيض خلينا نلعب بالذلال هنزيدها كثير هات نشوف الفرق بس ضيانا الصورة هات نجرب زي هيك نزيد الكنتراست ممكن مع تخفيف الالوان شوي فرقت شوي الصورة خلينا اعمل منها نسختين هاي قبل هاي قبل طاقة سلبي الصورة لانه سحبت الوانها هون الوان عالية فهاي بدي اسحب الوانها اكثر بس ما اقلبهم ابيض اسود زي هيك هيك صارت محزنة اكثر ممكن وشكرا لك كمان مرتبة ام اتظل هون المغرب شكرا اتوقع اه 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 افهمت عليك ممكن بس وصلتك الفكرة اضحاء لانه هاي الصورة مش مش حاسها محزنة تمام اه اه طيب نشوف الصورة اللي بعدها اوكي الاضاءة على الورد احنا عم نصور بمقبرة تابوت الله يرحم هذا الشخص بس اتوقع هاي بما انه التركيز على الورد وعلى على الوانه الفاقع فهاي الصورة مفرحة بده تكون على ما في رسالة غير انه احنا منتذكر هذا الشخص بالخير او انه بعد ما توفى لسا الورد عم بنمو مين صاحب الصورة حبايبي ما بارف اكتبوا بالتعليقات مشان تساعدوا ايش رسالة لوصلتكم ممكن ممكن انه يعني عمل الخير بدون حتى بعد وفاة الشجرة عمل الخير بدون بعد وفاة الشجرة ممكن بس هون مش عمل الخير قد ما هي وردة ممكن ذكره او الحياة بعده بذل مزدائرة شجرة 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 طالة من كثرة كنت تعرف المحطة وهون يبدي يبدي يمت الاثر اللي تركو هاي لو كانت اه لو كانت اه لو كانت تحيدة مش عارك لو كانت بالاكثر اضاءة يعني اضاءة من عنده فالين تنسحب شوية شوية اه تنقلب الالوان مسات مشان نشوف تأثير الالوان على الصورة بدأ قلبها بيضو اسود تشوفوا لانه فعلا الاضاءة هون اعلى من باقي الصورة اه اه هين قربت عنه قربت عنه هلا بحكي عن التحدي حبابي هاي اخر صورة بس على السريع من صاحب هاي الصورة حبابي للتأكيد اه حبيبي اعطيك العافية انا مين بس انا مش فاتح تذكر ثمان انا محمود محمود يا محمود يعطيك العافية ها هنا حزن او فرح ما تجاوب خلي البقية استنى شوي ها هنا فرح او حزن حاسين حبابي فرح او امل فرح او امل اوكي البقية شاركوه حبابي شاركوه شو وصلكم شان تتعلموا او هو يتعلم هذا المنتصر فيهم هذا المنتصر فيهم بس هاي مش حزن مش شافينا حزن صح ممتع ممتع فلا صح الالوان هو نفاق جدا استنى خلينا اتركب من الاضائة ممتع حتى انه رغم البيع المحيطة ممتع انا نحن نفاق ممتع وصراح انا اول ما صورتها كنت ناويها على خزن وانا بعدل حكيت انه هاي الوردة الخمرة لو رفعت ارائي فرح يتبين انه هي الوحيدة لفرحانة رغم المجتمع الحزين اللي خواليه انا بالنسبة لي كمان فرح ليساعدك الخلفية البيضة زي ما حكيت الخلفية البيضة بتعطي طاقة ايجابية فهاي الصورة مفرحة اكثر من انها محزن شكرا وبسيطة ومتوازنة اتطلعوا كيف الصورة بالنص هاي على اليمين هاي على اليمين على السيارة ممتاز يعطيك العافية واو يعطيكم العافية حبابي بليني اشغل الكاميرا بس اتأكد اذا اه بقدرش اشغلها طيب ليش بقدرش اشغلها طيب طيب بس تطلع على الشاشة حبابي شايفين شاشتي شايفين انا هيك حسن فرص جيد حدا قريب هيك واضع قدامكم طب شو الهبل طب وهيك انا مبين ولا لا مش مبين يعني طيب خلينا اكبرها اكثر استنى اشوف فيه طريقة بكل احوال حبابي بتحملوني انه هاي مش قصة من دسكورد يعني شكله مشان ما يقلب زي زوم تعليمي طيب عم بفصل كاميرتي اذا فيه اكثر من 25 شخص هيك انا بقدر اقول انه بقدر انزل الفيديو على اليوتيوب الكامل بس خلينا احكي عن اخر تحدي حبابي اخر تحدي مطلوب منك زي ما حكينا عبر عن الوقت عبر عن الفرح او الحزن عبر عن شخصك عبر عن نفسك بصورة من غير استخدام اي كلمات او احرف من غير استخدام اي عناصر بشرية ان كانت ايد وجه عيون قلب ولا اي عنصر بشري والهدف ان تحاول من الجماد تعمل رسالة اوكي بس هاي الفكرة فهاي الصورة هاي الكو حبابي بدكو تتعبوا عليها بدكو تخططوا بدك تعرف مين انت طيب يلا اي انا ما بعرف حالي بعرفش شخصيتي فيه اختبار اسمه ديسك اختبار ديسك هلا بابعثي لكو اياه هو اختبار فيه 24 سؤال اوكي هلا بابعث اللينك على جروب هاي اختبار ديسك او انتو اذا فتحتوا على جوجل هاي اختبار ديسك باللغة العربية تعمل هذا الاختبار بحللك شخصيتك حسب الخيارات اللي بتحطها هاي اختبار ديسك باللغة العربية وبعطيك انه انت من صفاتك القيادة او الخجل او العناية الزائدة الثقة الامل بعرفش يعني انت وشخصيتك فهيك بتعرف حالك اكثر وحاول تستخدم هذا الاختبار مشان يساعدك تعمل هاي الصورة النهائية طب استاذ انت لو بدك تعمل عن حالك شو بدك تعمل انا زمان اعملت الاختبار قبل سبع سنين هلا انا اعطاني مثل او صورة او هاي لا انا طبقتها عندي او صورة طيب هات نحللها مثلا من شخصية ليون اللي هو ستين بالمية دي دومينانت اللي هو شخصية قيادية بتحب القيادة هات احللها قدامكم تعالوا اعملوا اعملوا هذا الاشي الكو الشاشة واضحة اه حبيبي الطراحة كان حلو اه والله لازم طيب اه هات احلل معك واللي متطر يطلع يطلع حبيبي بس شايفين الشاشة اه الشاشة واضحة لسه طيب استمع شوي هاي شير هاي كمان مرة هاي شير اعم شايفين هسه اه صورة مين ما طلعت عنده لسه طيب طيب بتحلها مثلا اه حكينا هي اتخذ قرارات سريعة قرارات سريعة كيف بدي احول هاي الكلمة لصورة او كي او لجزء من صورة وهاي اشياء كلها هيك بدي اجمعها مع بعض فالقرارات السريعة مثلا ممكن تتحول تتحول رح ياخذ وقت فالبتطر يطلع 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 حبابي يمكن تاخذ معاين عادي ساعة الصورة بس حابة شارككم العملية ها تكتبهم كلهم يحل المشاكل هلا احنا مش شرط نعمل صورتنا على التحليل لا 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 طبعا عادي ممكن تلغوهم كلهم وانت كيف شايف حالك عادي جدا عادي حبابي هاي صورتك الشخصية ايش هو يعني مثلا ما اوصف حالي بأكثر من سفا انه شغلة واحدة مثلا القرار اليك عادي بس حلو هذا الدرس سأسئلكم تعبروا عن حالكم بصورة تخيل تعبر عن حالك بالسبريماتيزم مثلا هاد اشي جدا جدا صعب هاد اخر تحدي حبابي فانه جمعي اقول لك مشان اختصر عليكم ايش هو عبرت عن حالي بدائرة انا اللي هو اللوغو تبعي ذيك انه دائرة مبينة اوكي في طريقة ثانية ما عندي مشكلة عادي حبابي اذا ما بدكوا تتعبوا فيها كمان بدك تبذل الجهد لا تنسي في الجهد المبذول هذا كمان له حسابه في طريقة ثانية طيب في طريقة ثانية ممكن تسألوا متابعينكو لما تسمع اسم ليو شو باخترع بالك تمام انتوا عطوني ايش باخترع بالك لما تسمع اسم ليو اسمي انا او شخصيتي شخصية ليو بدي اربع صفات فوتوشوب فوتوشوب مثلا لون احمر اوكي هاي الصورة بلشت تتكون من هسه غيره معطاء شكرا طيب مع معطاء معطاء هاي صعبة كيف نحولها للصورة هلا بشوف طيب غيره اسرار هاي اعملوها مع المتابعين او مع اهلكم مشان تشوفوا كيف الناس بتشوفكم هلا الفوتوشوب اللون الاحمر خلق اللون الاحمر واضح بدي ابينه بالصورة يعني اكيد اكيد صورتي رح تكون كلها لون احمر واسود انا بحب اللوغو تاعي بحب هذا اللون خصوصا فوتوشوب كيف بدنا نضيفه ممكن اضيف واحدة من ادوات الفوتوشوب بالتصميم اكون انا اه بالصورة حاطت مثلا الفرشاي بتاعت ادوبي فوتوشوب مثلا البرنامج الاسرار كيف اننا نحول الاسرار لصورة يوليو ممكن نحط في الصورة انه انت عم تحاول تعمل اشي انت ماسك الفرشاي تابعت الفوتوشوب ممنوع انا اطلع ممنوع انا اطلع كشخص ممنوع انا اطلع كشخص ايش هو مثلا الهوية تبعتك في الموضوع انه من الشرط كبني ادم بس كاشي انت بيعبر عناك حاب تحط مثلا كحيوان مثلا انت اشي بتحبه او كسفة معانة انا بشوف ان الاسرار ممكن انها نجسد بخلال الالعاب يعني في الحفاء والارنب هذا المفاق ظلتك مصرع لانه السور وفازك لا هيك بسهل حال الامور بدي اخذ اشي الاصعب الاسرار كيف ممكن يتحول طيب اسألوا حالك هذا السؤال لما تفكر بالاسرار ايش السورة اللي بتخترب بخك ايه شكرا شكرا فيه فورا خطر في بالي انه هو عم بحفر نفق جدا طويل مصر يكمل هذا النفق او فيه درج او جبل كثير عالي ولسه عم بتسلق فيه تمام طيب معطاء وكواليتي كيف ممكن احطهم بنفس السورة معطاء بغيمة شكرا ممكن ولا هذا التحدي سعب حاب اعمله ضي لو عندي وقت والله لا اعمله انا خايف ما اقدر لسه مشغولين بموضوع القاعة صراحة او اصلا ما راح نام اليوم قبل ما يفكر فيها طيب يعني بس حاولوا يعني شفتوا اللي عملته هسه بس اطلعنا بموضوع الاسرار مثلا جبل وفيش عم بتسلق الليل معطاء مع غيمة حاولوا تدمجوا هاي الاشياء كلها بصورة واول عا اخر هاي الصورة حبيبي بده اه اه ممكن الافضل انه ممكن الافضل انه افضل خيار ايش اخر خيار حبيبي افضل خيار انه الواحد بيعمل الصورة لوغو مش تصوير عادي لا لانه هاي هاي لوحة فنية كمان اه عادي يعني تكون الصورة نفسها فيها تفاصيل كثيرة ولا ممكن حطوا غيمة عادي حطوا اللي بدكوا اياها هاي صورتكوا الشخصية حبيبي بس انا الشرط الوحيد بدون احرف او كلمات وبدون استخدام عناصر بشرية برجع بأكد يا حبابي بدون احرف ولا كلمات ولا عناصر بشرية ايا كانت رجائم ليش لانه العناصر البشرية رح تسهل عليك كثير الموضوع انك توصل رسالة بطريق استخدام العناصر البشرية الكلمات نفس الاشي هاي بس اذا فيها اشي حرف عربي معناته رح يفهموها عرب ما احد عن مستوى العالم رح يفهمها هاي صور بتكتشاركوا فيها عن مستوى العالم تمام فهاي هي عملية التفكير الذهني اللي رح تصير انه انه انت اربط اسمك ايش بخطر في بالك اشياء هلا مستحيل تعملهم كلهم لانه الشخصية شخصيتك ومبادئك مليون اشي لا يمكن تعملهم كلهم حاول ان شاء الله لو تختار صفر ما عنديش مشكلة انه انا اكثر اشي بحبه بحالي مثلا الاسرار خلص بدي اعمل الاسرار بصورتي لكن بدك تركز انه انت الاشي الوحيد اللي رح توصله للناس انه انت شخص فقط بتحب الاسرار اوكي انت بدك توصل الرسالة للناس انه هذا انا دن وكمان فيه اختبار دسك بيفرجيك نقاط الضعف والحافز الرئيسي اليك بالحياة بقول لي اه والله جد النتاج والتحدي انا بحب النتاج والتحدي بحب اشوف النتاج والدن خلص ساي بدي ابعث انا اللينك اللي استخدمته شخصي هاي دسك بيرسوناليتي تسك افريليدر يا الله شو ساعدني هذا الاختبار بزمناتي ها بخليك تعرف مين تناقش ومين ما تناقش وتعرف مع مين تقعد ومين ناس اللي ما بتعرف تقعد معها عرفت؟ اه تعرف حالك كان بهم هذا الموضوع انه اكتشف حالي كثير ضروري درجة انه دخلت اخذت دورة فراسة لعرفت شخصيتي كثير 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 مني شكرا هذا الاشي كثير رح يساعدكم نفس الان بي جي اي هو تقريبان؟ فيه فيه كثير اختبارات بس هذا ابسط واحد خلص بيعطيكي اربعة بدل في واحد بيعطيكي سبت عشر نوع شو بدي فيه؟ خلص بيعطيكي اربعة بس انه بدي اعرف صفاتتي السريعة الواضحة البديهية حلو تكتشفوا حالكم بهذا الاشي هاي شير وهي كوبي المفروض انه يكون واصلكم على الانستغرام هسه هلأ بكرا لازم نكون مجهزين السكتش؟ ياريت نعم السكتش ينزل على الموعد يا حبابي من الساعة ستة للساعة سبعة هاي هاي افريلي دي صعب انطلع بنفس اليوم بهذا الوقت بحسب الوقتي كثير اصير ام مضطر اهذا الاشي لانه بدي وقت عبين ما نزل الصور عبين ما نزل اجهزهم للبرنامج عرفت كيف عبين ما اشيك عليهم طب بصير مثلا لو نزلنا السكتش بكرا وبالصورة مثلا غيرت الاشيه ولا لازم نفس الاشيكوه حدا يتجاوبها انا ايش حكيت انا عادي انت تحدي اليوم كان عادي انت تحدي اليوم عملتي ولتزنت بيه عادي اه ما عندي مشكلة يعني يكون مثلا السكتش مختلف عن ما في اي مشكلة يعني مثلا مثلا انا اليوم فكرت بشغلة عملت سكتش ما في اي مشكلة كان هدفي من السكتش الاول بس تجرب شعور انكو تعملوا اشي جدي لاول مرة في الحياة وتلتزموا فيه واللي جربوا الشعور هي ونكملوا فيه انا مبسوط بهذا الاشي هادا عنده اي سؤال هادا عنده اي سؤال ممكن اه بس حاولي الى صورة بس هادا مش صورة لا يعتبر صورة هذا عصف ذهني ما يسميه اه حبيبي لا هذا يعتبر عصف ذهني حبيبي هاي مش صورة لو بدي احولها لسكتش بدي تتحول زي هيك مثلا بدي اها اول اشي بالطول هيك مثلا بدنا لون احمر ممكن اثبت اللون الاحمر عن طريق خلفية لون احمر مثلا بدي ابين الاصرار عن طريق جبل كيف بدنا التسلق لهذا الجبل ممكن اللوغو تاعي هون علم بس هاي دلالة على القمة بس يعني انا هذا هو المقصود فيه سكتش حبابي تمام هاي هذا سكتش هون جبل القمة مثلا اه ايش فيه كمان معطاء طيب هاي الغيمة وهي عم بتشتي مثلا هاي معطاء وهكذا هذا هو السكتش هذاك كان عصف ذهني يساعدك كيف تبلش تمام ممكن تعتبر هذا التحدي انه لو خرجت حدا الصورة اللي رح تطلع فيها وارك شي شخصيتك او شو انت بتعمل في حياتك اه اه طبعا مش المهنة المهنة ليست شخصية هاي وظيفتك يعني انا مصور لو حطيت كاميرا انا مصور تمام فا ما فيه خطأ صراحة يعني اذا هام كل اقصاء ما فيه اقصاء غير على هذول نقطتين لحكيتهم يعني اه والوقت صحيح حبابي حتى كمان ما تحرجوني كمان الوقت فيه عليه اقصاء اه سليم تتوقع انه اذا املنا الصورة ورجناها لحدة بيعرفنا يعني اهلنا اصدقاءنا وحسوا انه هي الصورة بيتعبر عنها فهو ان احنا وصلنا للهدف اه وهي عملية جدا صعبة بس انه للمتابعين او شين لا اكيد ما حنا حياتك في الاهلت او الناس مقرب عليك يعني جربه هو تحدي غريب رح يكون صاف تمام ان شاء الله طيب بس للتأكيد حبايبي بالنسبة للمكان الخيارات الأخيرة اللي وصلناها خلينا أحول على كاميرتي ايش اللي صار الجمعية الأردنية للتصوير حكيت معها بدي أزورهم بكرة ايش هو عندهم جمعية الأردنية في عندهم مكان وكانوا يعملوا معارض كتير صحيح وانبسطوا بالفكرة انبسطوا كتير بالفكرة هدفهم يشوفوا الشبيبة عندهم بس لسه بدي أشوف المكان راح إن شاء الله تتوفق الأمور ونعمل عندهم بس أنا خايف من المساحة وهيك راح يصفي لأنه إذا بدي أعمالها بالجمعية بدي نادو كل الأعضاء طب المساحة أصلا ما بتكفي المشتركين فأنا هنا عندي الأشياء بس بدي تتوضح والموعد ما هو أنا اللي بدي أشوفه إذا بدي نادو الأعضاء ويشوفوا طب ما راح نوسع صراحة لأن أنا الأولوية إلي أنتوا أهليكم أنا ما بهمني الأعضاء أنا بهمني أهليكم يشوفوا شغلكم فبدي أشوف كيف راح تصير والخيار الثاني أنا جابوا مكان جديد سلطنية يا إما على الشخص اللي بدخل ثلاث دنانير فأنت إذا بدك تجيب مرافق بدك تدفع عليه كمام أو على اليوم كامل ميتين وخمسين دينار فمين ما ييجي بأي وقت أنا حر لكن آآ هيك مشان أخفف التكلف عنكم بدي ألغي الجائزة الثانية وأحولها على ميتين وخمسين دينار فهيك بصفة تكون تدفع ميت وخمسين لو نحكي ثنين وثلاثين مشترك أو هنا اليوم قلينا لثلاثين يعني ميت وخمسين دينار قسمناها على ثلاثين شخص خمسين من راحة فإنه أتوقع هذا الخيار أحسن بتجيب قد ما بدك من أهلك ما عندي مشكلة أتجيب اثنين أتوقع اثنين ثلاثة يعني أفضل العدد بدي يشوفوا إنتوا إيش عم تشتغلوا والمكان كله إنه نص صبح للمساء أنا عب بفكرة إنه يكون في مركز ثاني أكثر من إنه أكثر من إنه يكون يعني إيش لأنه كل حد يدفع تفريطه أفضل مع إنه يكون ما في مركز ثاني كيف حب إنه يكون في مركز ثاني آه مركز ثاني الجائزة آه آه أوك آه إذا ما في مركز ثاني هيك الكل رح يدفع التكلف عالي صراحة بتصفى إحراجه يعني إنتي بتحكي 250 يعني هيك رح يدفع الشخص ثمانية وثلاثين قرش يعني سفت عشر دنانير بدنا نحسبها سفت لأنه مستحيل نحط فرايط إن شاء الله يعني الخيارين الأولينية تثبتوا إن شاء الله إن شاء الله وهيك بيضم في مركز أول وتاعي أيها بالضبط ثالث أنا جاي بالثالث يعني أنا موافقة على الثالث 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 إيش إيش بشكل مبدي أتوقع يوم الجمعة استنوا مين الموجودين في ديسكورد حبابي لو نحكي يوم الجمعة ثمانية وعشرين اللي بعد العيد مناسب أوه قل العدد للديسكورد لبا لأنه في ناس بدواماتها بشغلها ما رح تقدر تيجي اللي بعد الساعة ستة شكرا والسبتات بالدوامات بالجمعة الثالث كمان من دوام بالسبت دوام بالسبت دوام بالغداء وشعر شو يعني مرة بالحياة استغنوا عن هذا اليوم جيب العيل أعزميهم على المعرض بالأحد بالأحد مش للكل حبل آه عيد العمال صحيح استنى شوي آه عيد العمال حلو يوم الأحد فالتين عمال لا عيد العمال ما بقدر ببلش دوراتي مستحيل فأنا بواحد خمسة عندي دورات تصوير الطعام المنتجات والبورتريا شهر خمسة كله هذا تمام بس هم خلوا العطلة تلاتين اربعة بدل واحد خمسة طيب يوم أحد متأكد يعني يا جمعة يا الأحد نحكي عطلة رسمية بس في ناس زي ما حكيت شركة خاصة نتبه شاهد تحكي مناسب لأنه بنعمل معمول أوكي مش عارف بس صراحة بدي أحاول ألاقي الأنسب للكل اللي ما بيجي مرح ينحرم من الجائزة حتى أكون واضح لكن إذا ما بدي يجي لأنه في علي تكلف الطباعة الصورة راح أطبع ثمانمائة صورة حبايبي اللي ما راح يجي يحكيلي أوكي حتى ما ما أتغلب بهذا الإشي الجمعة أفضل خلينا نشوفها ولا التحدي الأخير اللي قاننا اللايف بعد بكرة تمام وعليها نحكم يعني يا رب يا رب لأنه إذا الجمعين الأردنيين للتصوير وافقوا أو قال لي للراس العين وافقوا بدنا نمشي على الموعد تاحهم يعني أظن الخيار المجاني اللي المعظم بيقدر يجي عليه أفضل من المدفوع اللي كل بيجي عليه أكيد صراحة اليوم حاولت أتواصل مع مركز زهر وللأسف ما رده في ناس كثير ما ردوا في ناس طلبوا مبالغ لكن المكان سيء وأنا صراحة ما برضاها يعني أنتو تيجوا أو حدا من أهليكو المعرض يكون هيك نص نص راح يضرب المكان كله ما راح تتحمل وتقعدوا بالمكان إن الكراسي وسخة طاولات وسخة أسفع هالقصة المرافق المرافق ما تكون نظيفة حرام يعني هاي أول أتوقع هاي أول مرة إلكو بتجيبو أهليكم تمام ما لكل سكت والله يسطر تمام إن شاء الله طيب خليها معناته للقاءنا بعد بكرة إن شاء الله تمام حبابي يعطيكو العافية وبشوفكم بعد بكرة الساعة عشر إن شاء الله راح يكون في إيش راح يكون في إيش سكتش آآ آآ لازم السكتش طبعا الحبيبي يريت السكتش بكرة من الساعة ستة للساعة سبعة طبعا الحبيبي فإيش إيش هو؟ لأنه أنا بعرفش متى الأذان ففيناس صار يقول لي يليو أنا اتأخرت أنا ما بتبع الأذان ما، شو بدي فيه ما بعرف أنا فيه ففيناس صار يقول لي لا يليو أنا اتأخرت عشر دقائق لا هو أذن قبل شوي صبعا ما بعرف فصرت اعتمد على الساعة سبعة وخلص لأنه على الأذان فيناس صار اتبطل التلتزم بالوقت صار ينزل بعد نص ساعة وينزل بعد ساعة انا بعرف الاذان يعني بتاخر مثلا سبعة وعشرة سبعة وربع مش للثمانية سبعة وطرطاشر دقيقة مثلا صح فانا لا خلاص صرت اعتمد الساعة سبعة هيك اريع الي ولكم واضح دان بشوفكم بعد بكر ان شاء الله يا حبيبي مع السلامة هلا هلا قل لي